اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسنسمع قصصا ترويها أبطال الغابة تحكيها وسنسمع قصصا ترويها أبطال الغابة تحكيها فلنفرح هيا نتباسم وبمسرحنا نتعلم ممس رحة ممس رحة مصرح العرائس ممس رحة ممس رحة مصرح العرائس لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال زقزق 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 زق ونميمون ونبطط نمس رحة نمس رحة مسراح العرائز نمس رحة نمس رحة مسراح العرائز هيا يا عرنب خبرني من ذاك أتعلم بحذرني هيا يا عرنب خبرني من ذاك أتعلم بحذرني أسمعني لحنا وحكم وفي مسرحنا نتعلم ممس رحة مسراح العرائز ممس رحة مسراح العرائز ترجمة نانسي قنقر وفي أحد الأعوام اشتدت فيها الحرارة ولم تسقط الأمطار فذبلت النباتات والأشجار وجفت المستلقعات ومعظم الأنهار وظلت جميع الحيوانات تدعو ربها كي ينجيها من هذا الهلاك ترجمة نانسي قنقر مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانش الرحمتك وأحي بلدك الميت سبحان الذي يسبف الرعب حمده والملائكة من خيبتي اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته الحمد لله إن من الحكمة أن نفكر في طريقة بها نستطيع أن نخزن المياه ونحتفظ بها نعم كي ننتفع بها في وقت الجفاف وفصل الصيف حتى إذا جاء الحر وجدنا ما نحتاج إليه من الماء للشرب والاستحمام وكيف وكيف سنحتفظ بالمياه نعم كيف سنحتفظ بها نحفر حفرة عميقة واسعة فإذا نزل المطر في الشتاء تكونت منه بركة كبيرة نشرب منها في فصل الصيف فكرة عظيمة هل الجميع على تمام الاستعداد لحفر البركة نعم نعم نحن على تمام الاستعداد موسيقى كنوا إخوانا دوما قولوا لا لا للكسل هيا هيا نتعاون يا أصحاب على العمل كنوا إخوانا دوما قولوا لا لا للكسل هيا 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 نتعاون يا أصحاب على العمل كنوا إخوانا دوما قولوا لا لا للكسل هيا هيا نتعاون يا أصحاب على العمل قولوا إخوانا دوما قولوا لا لا للكسلي اشتركوا في القناة الحمد لله لقد انتهينا من العمل في أسرع وقت هذا بسبب تعاوننا وإصرارنا على العمل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إخواني الأعزاء وبعد انتهينا من عملنا ووفقنا الله فيه لكلمة أريد أن ألقيها عليكم تصدر كل شيء إخواني الأحباء لقد نجحنا في عملنا بتعاوننا وإخلاصنا وأنشأت البركة بمجهودنا وتعابنا ويجب أن نبني حولها صورا عاليا ونعمل لها بابا ونعي الله حارسا يحرصها كي لا يشرب منها الثعلب الماكر ولا ينتفع بمائها لأنه قد شذ عن الجماعة ولم يتعاون معنا على عملنا ولم يساعدنا في مشروعنا ووقف ينظر إلينا ويدحق منا ويهزأ بنا فهل هناك أحد معترض على هذا الحكم ليس بيننا معترض على هذا الحكم فهو حكم عادل نعم وعقاب طبيعي لهذا الثعلب الماكر لكسله وعدم معاونته لنا مضبوط لأن الكسلان الذي لا يعمل يستحق الحرمان والعقابة هل يوجد بيننا أحد معترض على هذا الحكم لا إذن هيا بنا هيا بنا نكمل عملنا الذي بدأناه ونبني صورا حول البركة هيا أميكو 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 اشتركوا في القناة الحمد لله نعم الحمد لله والآن أيها الأصدقاء يجب علينا أن نفكر من ذا الذي يحرس الباب الآن أنا ماذا تقول؟ أقول أنا الذي سيحرس الباب ولكنك أيها الدب كبير الجسم وتقيل الحركة ولكن لا تنسى أني قوي البنية ولعينان واسعتان أستطيع وأن أرى بهم القادم من بايد قبل أن يقترب من الباب معك حق ولكن بايد ولكن إنني سأقوم بحراسة ولا رجعة نأدم تهدي رغبتك سندعوك اليوم على أن يقوم كل واحد منا بالمناوبة كل ليلة كلاما معقول وأنا أعطيركم في الصباح أننا بزوغ الفجر كل يوم موافقون؟ نعم موافقون إذن هيا بنا هيا بنا كي نستريح بعد هذا التعب ونترك صديقنا الدب لحراسته هيا هيا بنا هيا بنا ما أحلى العسل وما أطعمه إني لست بعطشان ولكن كيف أصنع منه شرابا لذيذا لأشربه الله الله ما أطيبه ما أطعمه كم هو لذيذ هل هو لذيذ أيها الثالة هل أنت هنا إني لم أعرك نعم إنه لذيذ الطعم جدا هل يمكنني أن أذق طعم العسل سأعطيك شيئا من العسل وسأسمح لك أن تذوق ولكنك تعلم أن الحيوانات متألمة مني وغير راضية عني وقد وضعتك هنا لحراسة المغرب فكيف أتأكد أنك لن تضرني إذا ما اقتربت منك تأكد أني لن أضرك إذا ما اقتربت مني إذن اسمح لي أن أربط أرجو لك أولا ثم أضع لك العسل في فنك لتذوقه ولكن هذا هو شرطي للتأكد من حسن نواياك تفضل وفعل ما تريد أرجوك إنك تضغط علي بقوة اعظرني يا صديقي الدب إن العطش الذي ينتابني جعلني أفكر في هذه الحيلة لقد خضعتني أيها المخادة العطش أحكام يا صديقي العزيز والعاقل من يستخدم عقله جيدا ماك حق ولكن ليس في المكر والخداع بل في العمل الصالح وحب الآخرين لا داعي للمواعظ سأشرب وسأسبح وأعوم ولن يمنأني أحد أو يتصدى لي أوه 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة تكلم يا صديق العزيز من فعل هذا بك؟ هل الثعلب هو الذي فعل بك هذا؟ تكلم نعم هو الثعلب الماكر المخادع الثعلب الماكر وله المخادع ولماذا لم تستنجد بنا؟ تكلم هون على نفسك سأروا إلكم ما حدث هذا كل ما حدث؟ المخادع وقد عكر الماء وجعله ملوثا بالطين سأنتقم منه دعونا من هذا الآن يجب علينا أن نفكر في طريقة نحرص بها الماء سأقوم بالحراسة هذا اليوم وعندما يأتي الثعلب سأفتك به لا سأقوم أنا بالحراسة وعندما لا سأحرص الماء بنفسي هذه المرة ولن ينتصر علي الثعلب بمقره وغشه اشتركوا في القناة هل تسمح وتأخذ قطعة من العسل؟ هل تسمح وتأخذ قطعة من العسل؟ نم نم يا صديق القرد أرجو أن تحلم أحلاما سعيدة سأذهب لأدمتها بالماء العذب الجميل تعال هنا أرجوك اتركني لا لن أتركك وسأعطيك كل ما أملك من عسل النحل أيها المغادة أرجوك لا لن أتركك لقد تبت إلى الله لن أحضر إليكم مرة ثانية لا لن أتركك لن أعضر إليكم مرة ثانية وأعكر الماء أرجوك أرجوك اتركني أرجوك ماذا هذا؟ ماذا هذا؟ ماذا هذا؟ ماذا هذا الصراخ؟ ماذا هذا الصراخ؟ وقعت في يدي أيها المخادع؟ لا، لا، لا يا صديق العزيز انتظر، سنعطف عليك هذه المرة أيها الثالب، رأفة بحالك اذهب، ولا تعد هنا مرة أخرى أعدكم بذلك، لن أعود مرة ثانية، ولن أعكر ماءكم النقي إنني نادم عن امتناعي في الاشتراك معكم تأكد أيها الثالب، لو أنك قمت بنصيبك في العمل، وتركت الكسل، لا استطعت أن تشرف، وتأخذ ما تريد من الماء والآن، اذهب أيها الثالب، ودعنا نتمتع بحياتنا، اذهب أصدقاء العزاء، في قديم الزمان، في إحدى الغابات، انقطع نزول المطر مدة طويلة فجفت البحيرات القريبة من الغابة، ويبست أوراق الأشجار، وسقطت على الأرض ولم يبقى في الغابة نبات أخرى، ولا عجب لي، وكان في هذه الغابة عدد كبير من الحيوانات فجاعت وعطشت، ولكن شعورها بآلام العطش كان شديداً لا يحتمل فجاعت وعطشت، ولكن شعورها بآلام العطش يا رب، يا رب، يا رب انظر، انظر يا صديق القرب، انظر إلى الثالب ماذا به؟ هل به شيء ملفت للنظر؟ لابد أنه قد وجد ماء وجد ماء؟ أين؟ هذا ما نريد أن نعرفه أيها الأنب العزيز، لا تظن بأحد نظن السوء، هل يوجد عندك دليل على ذلك؟ نعم، انظر إليه، لو كان محروماً مثلنا من الماء، لا تشقق لسانه، وصار أبيض، ولا سقط شعوره، مثلما سقطت أوراق الأشجار، وأصواف جميع الحيوانات معك حق آه، آه، أيها الثالب الماكر، آه، وما العمل الآن يا صديق أرنوب؟ دعني أفكر قليلاً، وبإذن الله سنصل إلى حل سليم لماذا ينظران إلي هكذا؟ هل أثار الماء ظاهرة علي؟ آه، لابد أن لفت نظرهم حيويتي ونشاطي وما العمل الآن؟ لابد أن أفكر في حيلة للتخلص من هذه الورطة طالت علينا غيبة المطر يا رب، لقد احترقت أكبادنا من العطش، والتهبت أحشاؤنا من الضمأ، وعجزنا عن الحركة وأنت أيضاً يا صديق العزيز، ضمآن، عطشان مثلنا، لقد كنت أظنك بخير، لأني أراك دائماً أحمر اللسان، ناعم الفروي، غزير الشعر آه، من أين لي هذا الخير يا صديق الأرنب، إنني واحد من الحيوانات الكثيرة، الشقية في هذه الغابة، إن ريقي جف، ولساني يكاد يحترق من العطش، آه، 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 من هذا العذاب، آه، آه، لقد حملتني هماً جديداً يا جار العزيز، كنت أفكر في نفسي فقط، والآن أصبحت أفكر فيك وفي نفسي، يا ليتني أجد ماء في أي مكان، لأشرب منه وتشرب معي، ولكن لماذا نقعد هنا ولا نبحث عن الماء، إني سمعت أن القرية القريبة من الغابة بها بئر غزيرة الماء، يشرب منها الناس هناك، ويسقون منها حيواناتهم الأليفة التي تعيش معهم، فلماذا لا نحاول الوصول إلى هذه البئر، لنشرب منها، ولو في الليل؟ نعم، سمعت مثلك عن هذه البئر، وحاولت منذ أيام أن أقترب منها، وأطفئ نار الضمأ بشربة من مائها العذب الصافي، ولكن، ولكن ما كنت أدن من القرية حتى شمت الكلاب رائحتي، وخرجت تنبح وتجري ورائي وتعوي كأنها مصعورة، ولولا أني تنبهت للخطر الفضيع، وجمعت قوتي، وفررت من أمامها، لمزقتني بأنيابها الحادة القذرة، وقد عرفت في هذه المرة حقيقة ما كنت أعرفها من قبل، عرفت أن الخوف من الخطر يبعث في النفس قوة هائلة، لقد كنت يا صديقي أجر أرجلي جرا من الضعف والتعب، وأنا ذاهب إلى البئر، ولكني حينما سمعت نباح الكلاب شعرت بقوة مفاجئة تحملني على الجري، ولست أدري الآن هل كنت أجري أو كنت أطير فوق الأرض، أظن أنني تحولت في تلك اللحظة المشؤومة إلى نعامة أو غزال أو سهم منطلق من قوس، صدقت يا جالي العزيز، صدقت، إن الخوف يفعل أكثر من هذا، والآن يجب أن ندخل أجحارنا لننام، لعل النوم يخفف بعض ألامنا، وهل ينام الضمآن يا صديقي، يا ليتنا ننام، لا تجزع يا صديق العزيز، ولا تحزن كل هذا الحزن، فرحمة الله واسعة، وقد نصبح في الصباح، فنرى الأمطار والسيون تجري في كل مكان، طاب مساؤك يا صديق العزيز، يا عجبا، يريد هذا الثعلب الخبيث أن يغشني ويخدعني، ويتظاهر بأنه مختلق الجوف مثلنا من العطش، إنه كان يتكلم، ورائحة الماء تفوح من كل جسمه، إن نفسه كان رطبا من الماء، لقد طيب الماء رائحته، حتى خيل إليه أن العطر يفوح منه، الويل لا، غدا يرى، موسيقى 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 وجدت وجدت الماء يا صديقي الثالب يا صديقي الثالب يا جاري العزيز أف أف من الأرنب ماذا يريد من يناديني أنا أرنوب من صديقي الأرنب جاري العزيز أهلا أهلا تفضل لماذا جئت في هذه الساعة المبكرة لا شك أنك لم تدق النوم مثلي من العطش الشديد صدقت يا عزيزي إنني لم ألم ولكن الذي أسهرني حقا هو الحزن الشديد من أجلك أنت إننا يا معشر الأرانب نستطيع أن نتغلب على العطش بمص جذور الأشجار الرطبة التي تستمد الماء من باطل الأرض أما أنتم يا معشر الثالب فإنكم مساكين لأنكم لا تأكلون إلا اللحوم ولا تستطيعون أن تنضغوا أجزاء النبات مثلنا ولكن أبشر يا صديقي العزيز أبشر فقد جاء الفرج الفرج؟ هل وجدت الماء يا صديقي؟ هل سقطت الأمطار؟ نعم نعم جاء الفرج ولكن أين وجدت الماء؟ أخبرني بسرعة يا صديقي إني أريد أن أطير إليه هل تعرف الغريلة العجوز؟ نعم أعرفها لقد تألمت كثيرا لما أصابنا فأخذت تفكر وتفكر 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 وترجع بذاكرتها إلى الوراء فأخذت تخبرني عن أمات كثيرة بها ماء وكلما ذكرت أحدا منها أخبرتها بأنه قد جف وأخيرا أخبرتني عن مكانين بهما ماء كثير نذهب للبحث بهما عن ماء من قبل ومن أجل هذا أتيت إليه لتذهب أنت إلى مكان وأذهب أنا إلى الآخر فإن وجد أحدنا ماء في المكان الذي يذهب إليه يخبر الثاني موافق بالطبع إذن هيا بنا للبحث والسعي لقد كادت الحيوانات كلها أن تموت هيا يا صديق العزيز هيا هيا هأنت تمشي من هنا وأنا أمشي من هناك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد استطعت ان اخفي هذه البحيرة عن الارنب كل هذه المدة ولو عرف طريقها لا شرب منها واخبر بها الحيوانات كلها فشربت ورويت وانا لا احب ان يشرب من البحيرة احد غيري انها ملكي فيجب ان تحرم الحيوانات من مائها ولو كان في ذلك الحرمان هلاكها وموتها جميعا من انت يا صديقي العزيز كنت سأتي اليك لاخبرك عن هذه البحيرة ماذا صنعت حينما وصلت الى هذه البحيرة هل شربت من مائها طبعا وهل في ذلك شك وهل كنت استطيع ان اصبر لحظة واحدة عن الشرب مسكين يا صديقي مسكين مسكين كان يجب علي ان انبهك الى الخطر الذي في ماء هذه البحيرة ماذا تقول اخبرني اخرجني من حيرتي يا صديق العزيز لقد نسيت ان اخبرك بان صديقتنا الغوريلا العجوز قد حذرتني من هذه البحيرة لان بها خطر كبير خطر كبير ولكن اي خطر في ماء هذه البحيرة يا صديقي انني شربت منها الان ولم احس بخطر ولا ضرر لا بأس لا بأس الله يحفظك من شرها لقد اخبرتني صديقتنا الغوريلا العجوز ان ماء هذه البحيرة يصيب من شرب منه بحكة ثم يزاد الالم شيئا فشيئا فيتشقق الجسم ويسقط اللهم ولكن ارجو الله ان يحفظك فقد شربت بدون علم هل تشعر بأكلان يا صديقي نعم نعم شعرت الآن بحكة خفيفة هذه هذه مظاهر الخطر الأولى يحسن ان ترجع الى جحرك فورا اما انا فسأذهب للبحث عن البحيرة ذات الماء النقي بعد ان اوصلك للجحر فليس من المرؤة ان تسير وحدك وانت مريض مسكين والله يا صديق العزيز من المؤكد ان العطش كان شديدا عليك ولولا ذلك لأدركت فساد البحيرة ان رائحة مائها الكريهة تفوه على مسافة اميال كثيرة منها انها تملأ الغابة كلها روائح كريهة قدرة Bloody Absolutely عواصر من الله اねぇ اوه 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 أدخل ولم أما أنا فسأذهب إلى صديقتنا الغوريلا العجوز وأقص عليها ما حدث لك وأرجو أن أجد عندها دواء سريعا لهذا المرض الفضيع الذي أصابك أجدوني أغيثوني هذا هو الدواء هكذا أخبرتني صديقتنا الغوريلا العجوز وأمرتني أن أحمله إليك وأن أطلي جسدك به في الحال ولكنها تأمرك عنك أن تظل في هذا الجحر لا تخرج منه حتى تسمح لك بالخروج هذا إذا كنت تريد السلامة من المرض الخبيث شكرا شكرا لك شكرا لك يا صديق العزيز لقد أتعبتك كثيرا أرجو أن تعود إلي صحتي حتى أستطيع أن أرد الجميل لك لا 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 يا صديقي لا تقول مثل هذا الكلام فأنت جاري ولك علي حقوق كثيرة إني أتمنى أن أراك في صحة جيدة ولكن لن أنتظر منك رد الجميل يا معشر الحيوانات يا معشر الحيوانات يا معشر الحيوانات إلى الماء إلى بحيرة السعلة بالخائن إلى الماء إلى بحيرة السعلة بالخائن هيا سعوا لتطفئوا ضماءكم فقد جاءكم الفرج أين الماء أين هذه البحيرة أخبرنا أرجوك أين هذا الماء أين ماء أين ماء أين ماء أين ماء اتبعوا اتبعوا ضرات الرماد في الطريق وصيروا معها حيثما تجدونها فإنها تنتهي بكم إلى البحيرة صديقي العزيز تستطيع الآن أن تخرج من سجنك فقد عرفت الحيوانات كلها طريق البحيرة وأطفأ الضماءها شكرا لك يا صديقي الثالم شكرا لك وألف شكر لقد خدعتني أيها الأرنب كلا لم أخدعت ولكني أعطيتك درسا أرجو ألا تنسى إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء موعدنا في حلقة جديدة مع العرائس أصحبنا موعدنا في حلقة جديدة مع العرائس أصحبنا نحكي لكم قصة جديدة في العرائس أحببنا موعدنا في حلقة جديدة مع العرائس أصحبنا موعدنا في حلقة جديدة مع العرائس أصحبنا نحكي لكم قصة جديدة في العرائس أصحبنا نحكي لكم قصة جديدة في العرائس أصحبنا إلى اللقاء